مع اقتراب الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تزداد المخاوف في ايرلندا من هذا الخروج نظرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع لندن وكانت المسألة الايرلندية العقبة الاساسية خلال 17 شهرا من المحادثات وسط قلق من ان تتسبب عودة الحدود الفعلية بين شطري الجزيرة الشمالي والجنوبي في زعزعة عملية السلام حيث تأتي معظم صادرات وواردات ايرلندا من بريطانيا عبر الشاحنات من ايرلندا الشمالية التي ما زالت تحت التاج البريطاني وطالب المسؤولون في دبل بالحفاظ على اجراءات تنظيمية موحدة في الشمال والجنوب على السواء لتجنب فرض قيود شديدة على الحدود وهو ما تضمنته بالفعل مسودة اتفاق الخروج الهادفة الى ضمان انسحاب بريطانيا من التكتل وتهدف البنود الاساسية للاتفاق الى تجنب انفصال تام بين ايرلندا العض في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية وحماية حقوق المواطنين وتزديد الفاتورة النهائية لخروج بريطانيا ويحدد الاتفاق اطر ترتيبات لشبكة امان لمنع عودة النقاط الحدودية بين ايرلندا الشمالية والجنوبية في حال فشل الطرفين في التوصل الاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها واحد وعشرون شهرا وفي مسعى لتبديد قلق بريطانيا اذا انفصال ايرلندا الشمالية عن باقي بريطانيا وافق الطرفان على اقامة منطقة جمركية موحدة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وبناء على ذلك ستطبق ايرلندا الشمالية قواعد السوق الاوروبية الموحدة وذلك فيما يتعلق بحركة جميع البضائع ما يمكنها من جلب تلك البضائع دون قيود ويبلغ اجمالي صادرات ايرلندا الى العالم نحو 160 مليار دولار في حين تبلغ وارداتها من العالم نحو 75 مليار دولار منها 34 مليار دولار من بريطانيا وحدها